وفي ملف ختمي وأمني مهم أكد رئيس مجلس الوزراء البطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي على العالم غبطة المار أغنات يوسى الثالث أن حكومة تعتزم إنشاء صندوق لعادة إعمار مناطق سهل نينا ووسنجار المكتب الإعلامي للسوداني ذكر في بيان أن اللقاء تطرق إلى وقع المسيحيين في البلاد والسبل الكفيلة لرعاية المكونات العراقية المتنوعة وتأكيد سوناني أن العراق حاضن للطوائف وهو يعتز بتنوعه ومكوناته الأصيلة التي تعكس العمق الحضاري ومن جانبه شكر أغنات يوسى الثالث السوداني في ملف تمليك أراضي الأزيديين وبعض المسيحيين مؤكدا دعم قطاع التربية لإشعة المحبة والأخاء والسلم الاجتماعي